أعزائي المشاهدين يصرنا أن نستضيف إلى برنامج نور لجميع الأمم دكتور غسان خلف من لبنان أهلا وسهلا دكتور غسان يا حضرتك في الحلقة اللي مضت حكينا عن بعض الصعوبات التي تواجه الشخص اللي بيقرأ في كلمة الله في الكتاب المقدس ونحن نعرف أنه كل الكتاب هو موحى به من الله المقصود العهدين فممكن تعطينا بس تلخيص بسيط عن كيف أنه الإنسان حكيت عن بعض المراحل ممكن بس باختصار تحكي لنا عن هذه المراحل كيف نفهم كلمة الله الكتاب المقدس بكامله موحى به من الله هذا إيمان المسيحيين على مختلف كنائسهم ولكن جميعنا نؤمن أن الكتاب المقدس العهد القديم وحده ليس الكتاب المقدس الكامل الكتاب المقدس برأينا كمسيحيين هو عندما يلتحم العهد الجديد بالعهد القديم أي أن العهد القديم يسير متجها نحو المسيح ونحن كمسيحيين ننظر إلى العهد القديم بمنظار مسيحي أي أن نأتي بالمسيح وندخل إلى العهد القديم لأن هناك خذ اليهود مثلا ينظرون إلى العهد القديم كأنه شهادة عن أمتهم وأنفسهم فقط بينما نبوآت العهد القديم تشير إلى ممثل فرد واحد لأمة اسمه يسوع المسيح الذي جعل من نفسه ممثل شعب الله الحقيقي فمن يسير مع المسيح هو امتداد لإيمان إبراهيم ومن يخرج عن المسيح يتوقف عن يكون إيمانه امتداد لإيمان إبراهيم